وخر له سجدة وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا هذا هو تأويل الرؤية التي قصصتها عليك عندما كنت طفلا صغيرا قد جعلها ربي حقا صارت واقعا انظر متى تحققت رؤيا يوسف عليه السلام بعد عشرات السنوات اذا نحن ذكرنا قبل ذلك انه لا يشترط ان تتحقق الرؤية قريبا انما من الممكن ان تتحقق الرؤية بعد سنوات بعد عام بعد شهر بعد عشرات السنوات ومن هذا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة فان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا انه سيدخل مكة لأول مرة بعد الهجرة في صورة الفاد لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصري الان